برضه كمان طبعاً سيادة الريس وصل لبودباستل المشاركة في قمة دول تجمع فيش جراد مع مصر إيه الموضوع وإيه القمة وإيه التعاون وتفاصيل كتيرة نعرفها عن هذه الزيارة لسيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق مساء الخير فانت سيادة السفير مساء الخير مساء الخير مدام عزة أهلاً بحضرتك سيادة السفير أهلاً بحضرتك أهلاً ماذا عن هذه القمة؟ اسمحي أحط بس في إطار التاريخي لهذه الزيارة وهذه القمة سواء القمة التي تجمع أستاذ الرئيس مع رؤساء المجموعة أو القمة المصرية المكارينة طبعاً دي ثالث سيارة لأستاذ الرئيس لبودباست عاصمة البقر نعم الزيارة الأولى كانت في 2015 وفي هذه الزيارة تم وضع أسوش جديدة للعلاقات المصرية المكارية نعم ثم بناء على دعوة من المجر شارك السيد الرئيس في اجتماع رؤساء دول مجموعة فيش كراد نعم سلوباكيا في ذلك الوقت دولة واحدة ثم بعد انتصال جمهورية الشيطة عن سلوباكيا في 93 أصبحت المجموعة تضم الأربع دول هذه الدول تمثل مركز ثقل في وسط وشرق أوروبا وداخل الاتحاد الأوروبي وهم الأربعة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت هم الأربعة أعضاء في الحلف الأطلانطي وده جزء من أهمية المجموعة نعم مما لا شك فيه حرفك الداخل القومي إجمالي الداخل القومي للدول الأربعة وصل 2 تريليون دولار الدول الأربعة متقدمين يشتل المجالات نعم وبتربط ما بهم علاقات ذات أبعاد تاريخي سواء مع المجر أو مع بولندا أو مع كسيكوسلوباكيا قبل الانتصال ثلاثة نعم وفوقها الأمر أنه العلاقات بين مصر من جانب والمجر والدول الثلاثة أخرى بتبني أسس جديدة على هذه الخلفية التاريخية القوية نعم ومجالات التعاون عديدة إذا خدنا المجر على سبيل المثال أنا أجد أنه التعاون مع المجر في السكة الحديدية المصرية بيتمثل في مشروع روسي مجري مصري توريد 1300 عرب القطار لسكة حديد مصر فيما يعتبر أكبر صفقة في تاريخ سكة الحديدية المصرية ليس هذا فقط وإنما الاتفاق يشمل أيضا أنه يتم توتين تكنولوجية وصناعة القطارات من ناحية أخرى حرفتك في مجالة يعني سيارة 2015 كما أشارت سيارة السيد الرئيسة الأولى لفتبست عام 2015 وضعت القصص القوية بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات عديدة على سبيل وليس الحص التعاون في مجال الطاقة المتجددة التعاون في مجال ترشيز استخدام الموارد المائية كما هو معروف بوتبست تقع على نهر الدنود هذا النهر الأوروبي الشهير فلها خبرة كبيرة يعني ممكن نشتفيد منها عدريتك في عمليات تبطين الترع فأفاق التعاون المصري المجري ليس فقط في قطاع المدني وإنما في قطاع الصناعات العسكرية والتعاون العسكري صراحة أفاق رحبة الزيارة من ناحية يعني إذا بحثت الزيارة بعيدا عن التفاصيل الزيارة فيه من الناحية الاستراتيجية بتكرس الزيارة والحضور المصري داخل المجموعة الأوروبية وداخل صود المتواصل نعم فأنا أعتقد زيارة يعني كثيري شخصي زيارة الزيارات الأهمية من محالة التفاصيل وهتعطي زخما كبيرا للدور المصري داخل الاتحاد الأوروبي ونعتمد على دول الأربعة الأعضاء ونعتمد عليهم التوصيل للسوت المصري وفي التوصيل الأراء المصرية يعني هم حلقة وصل جيدة جدا بيننا ونحن محتاجين ده في ملفات كتير يا سيدة سفير بدون شك أو في ملفات مهمة فضل بدون شك كما تعلمين حضرتك الاتحاد الأوروبي يتشكي آمن 27 دولة من بعد انسحاب بريطانيا نعم وكل دولة لها سوط وفي أكور كتير والشراكة المصرية الأوروبي بتمثل حجر زاوية في السياسة الخارجية المصرية نعم داخل الاتحاد الإضافة إذا حضرتك كما تعلمين مدام عزل الاتحاد الأوروبي أيوة هو مجموعة مجموعة من الدول دول لها سياسة موحدة لكن من داخلهم في تبينات والقبراء والمتدينين للشأن الأوروبي بيأسموا بيأسموا الاتحاد الأوروبي مجموعة المجموعة الأورو المتوسطية أي مجموعة مجموعة الدول سرق ووسط أوروبا نعم مجموعة الدول الشمال ألمانيا فنحن لنا علاقات ممتازة مع المجموعة الأورو المتوسطية داخل الاتحاد الأوروبي نعم لنا علاقات بهذه الغيارة التي يقوم بها السيد الرئيس اليوم لكوتاباست واجتماع شياته مع رؤساء مجموعة بيسترات نعم علاقاتنا مع مجموعة تتعزز بالمجموعة وبالتالي نحن لدينا أصدقاء كسر داخل الاتحاد الأوروبي استعدونا في التواصل مع الاتحاد الأوروبي ملفات مهمة جدا بالنسبة لنا سواء كان حضرتك في الإطار الاستراتيجي مكسحة الإرهاب مكسحة تجرى غير الشرعية مواجهة التدخلات الإقليمية وإحنا وإحنا أعتقد الدول دي بالتصور كده سيد سفير إن هي يعني دور مصر الواضح في ملفات كتيرة زي مواجهة الإرهاب زي مواجهة الهجرة غير الشرعية أعتقد أصبح ملموس لزي هذه الدول وواضح هذه الدول الأربعة في المجالات اللي حضرتك ذكرتيها بتعتمد على مصر بتصق في مصر نعم مصر لها مصدقية لدى العواصم الأربعة نعم وهذا هو الأساس أي اللي لمجابه تم توجيه الدعوة إلى أستاذ الرئيس للمشاركة في اجتماعات هذه المجموعة نعم يعني الدعوة والمبادرة المجرية بدعوذنا للمشاركة في اجتماعات المجموعة ده بيعكس حضرتك ثقة كبيرة في الدور المصري وفي دور مصري ليس فقط في الحاضر وإنما في المستقبل في التعامل مع العديد من القضايا الذات الإهلمام المشترك بيننا وليس فقط بين دول المجموعة وإنما مع دول الاتحاد الأوروتي جميع بشكل شكرا سيد سفير سيد سفير حسين شكرا 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 شكرا